اشتركوا في القناة شوطنا الكريم شوطنا الثالث والرابع عشر شوط المكار المهجنات الأصائل شوط التنافس شوط الكثير والعديد الذي لن نتحدث دائما عن هذا الانطلاق الجميل والمميز التوقيت ما شاء الله هناك مع الشهينية عبدالله بن علي بن واس ست دقائق ثمان تسع ثواني أربعين جزء من ثاني تهانينا والنموس سيد عبدالله بن علي بن واس بمناسبة فوز الشهينية بأول مراكز والتهاني أيضا بالتوقيت الأفضل والأجمل هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة حاضرة في هذا الانطلاق الجميل وهناك من عود إلى المركز الأول ضبي عبدالله بن علي بن واس وفي المركز الثالث من تأتي في هذه اللحظات من نوع سلطان محمد الملعاي وفي المركز الثالث شعار بن شاهين مع مياس سهل بن شاهين وفي المركز الرابع ما شاء الله من تأتي في هذه اللحظات فريدة سلطان بن علي بن سيف بن صفوان وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع شديد الراشد بن عبد بن هلي الهاجري وخام أو سدس المراكز من تأتي في هذه اللحظات سامحة عبد بن مطار بن علي بالساحر وفي المركز السابع هناك من تأصل اللي هي محبة علي بن سلطان بن علي أرفيسة الاشتبي وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع شاهينية حمد بن راشد بن نايع يلا يبوه راشد وفي المركز العاشر بنقول هناك اللي في المركز العاشر صدى لسالم بن سلطان بن رشيد هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة حاضرة مع هذا الانطلاق هكذا كان عنوان التواصل وندائنا الأول للمراكز العشر دعنها عليكم بالهوى التمام والملعاي اللي غير وتألغ مع صدارة الشوت وعينه على الناموس ويبغي السلامات تبدا انبعث من هذا الميدان إلى هل العوين هناك يبغي السلامات يبغي السلامات هناك نتمنى التوفيق بينما المياسه غيرت في هذه اللحظات مياسه 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 سالم مجاهين الحميدي الأغفلي على المركز الأول ما شاء الله نقله على المركز الثاني من تصل في هذه اللحظات باللوح سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي وثالث المراكز وصلوا أبناء أو فنين مع سمها عبيت من مطر بن علي بالساحر الأسلبي وفي المركز الرابع هناك من تأتي فريدة سلطان بن علي بن عبدالله سلطان بن سيف وسلطان بن عبدالله بن سيف من صفوان وخامس المراكز ما شاء الله هضابي عبدالله بن علي أبو نواس على المركز الخامس ونقله على سادس المراكز وصلت الشاحنية وصلت الشاحنية الله يا سبوع الماضي يعني خذت المركز الأول الشاحنية ماذا لديك في هذا الأسبوع ماذا لديك في هذا الأسبوع نتمنى التوفيق إن شاء الله بينما اللي في المركز السابع اللي هي هملون اللي صالح مخيز بن رشيد أول ندلها وثامن المراكز شديدة اللي راشد معميد بن هللي والمركز التاسع ما شاء الله وصلت وصلت مياسه بن جول ولا الشاحنية عبدالله بن شاسب بن خليفة اللي مسافري بخيادة وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر صده يسالم بسلطان بن رشيد السويد هذه النتيجة أيها الإخوة يلا يا جماعة يلا يا جماعة السرعة بدأت تاخذ السهم العالي بدأت تزيد السرعة بدأت السرعة تزيد بدأت الأسامي الأسامي اللي تعودت على ناموس تأخذ المركز الأول ما شاء الله يا سمحة 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 في طريقها السمح في ناموسها السمح في أداءها اللي دائما يتمناه كل مالك كل مضمر في هذه الرياضة العبد بن مطر بن علي بالساحر الاشتبي اللي مسيطر على المركز الأول اللي مسيطر على المركز الأول واللي يتابعها ويتابع كل تحركات سمحة النقل على المركز الثاني مياس لسان بن شاهين عميد الأغفالي وثالث المراكز الشاهينية يلا يا مضمر الدكتور يا مضمر الدكتور أين أنت الموقع المركز الثالث الكيلو الأخير الكيلو الأخير رابع المراكز هناك من الجانب الثاني شديد يا راشد عميد بن هل الهاجري وفي المركز الخامس وصل بن جاسب وصل بن جاسب وصل بن جاسب عبدالله بن جاسب بقليبة المسافري قلت لكم الشوط غير الشوط يبغي مهراقبة يا سلام يا مياسه يا سلام يا مياسه بسم الله على الشاهينية درب الرمع درب ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن وصلت الشاهينية وصل بن جاسب وصل ممثل السوان وصل ممثل السوان سلام عليك يا بالجاسب سلام 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 غيرت الجاهلية مع المركز الاول ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن على الجاهلية اللي مسيطرة على المركز الاول اللي صابدة على مقدمة الشوت ومعلقة عليها بالسن الحجائج واللي قايا اليوم في سن اللذاع اليوم في سن اللذاع ايضا هنا تتواجد على ارضية هذا الميدان تهانينا عبدالله بن جاسم وقليفة المسافري على هذا الهداء الجميل والمميز ها هي لحظات الوصول الى خط النهاية المركز الثاني للسيد دراشد بن عميد بن هلل المركز الثالث حمد بن راشد بن نايع المركز الرابع لسال المشاهد عميد المركز الخامس عميد بن مطار بن علي الاتشبي هكذا كانت النتيجة دعناها عليكم من فاتمام ست دقائق ست عشر ثانية اربعة وسبعين جزب الثاني دهانينا والناموس